موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل في التنزيد الحكيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر خطاب من الله تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقيام على أداء دوره ورسالته المكلف بها لكنه في أحد وجوهه خطاب ينطوي على معاني متعدية لأمة النبي عليه الصلاة والسلام تدفعهم إلى الحركة والإقدام والعطاءات انطلاقا من إيمانهم وبهذا المعنى فإن المسلم ينبغي له أن يكون إيجابيا مقدما فعالا في محيطه إلا أن هذه الإيجابية تحتاج إلى بيان وجهها الشرعي وتوضيح مضمونها ومفهومها قبل الحديث عن مظاهرها وبعد ذلك أثارها المجتمعية وعلى أمة الإسلام موضوع حلقتنا هذه من برنامج مقاصد يأتيكم بعد هنيهة بعنوان إيجابية المسلم أهلا بكم ضيف هذه الحلقة الدكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء ليبيا أهلا إيرتريا معذرة أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا وسهلا وأهلا ومرحب بالمشاهدين حياكم الله دكتور لابد في البداية يعني كل الأمم تسعى إلى الإيجابية أن تكون إيجابية معطاءة مقدامة فعالة لكن نريد أن نوضح معنى الإيجابية في المفهوم الإسلامي ماذا تعني الإيجابية؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ لعل مسألة الإيجابية كما تفضلت هو مفهوم على الأقل راجع في الآونة الأخيرة كمفهوم على الأقل معاصر في مقابل مفهومة السلبية تتناوله على الأقل الدراسات العلمية النفسية وتتناوله كذلك الدراسات الاجتماعية ويمكن أيضا أن يدخل في كثير من الدراسات ذات الطابع الإداري والطابع السياسي عموما ولكن كما يقول العلام القيم عليه رحمة الله كافة السلوك الإنساني البشري يرتبط بمسألة التصورات والخواطر والأفكار لا يمكن أن نتصور سلوكا إنسانيا وخاصة أن الإيجابية مسألة السلوك مسألة السلوك إنساني له علاقة بالشخصية الإنسانية فالشخصية قد توصف بأنها شخصية إيجابية وقد توصف بأنها شخصية سلبية فإذن مفهوم الإيجابية مفهوم شخصي يرتبط بالإنسان وما يحمله هذا الإنسان من تصورات عن نفسه وعن الكون والحياة وما يحمله كذلك عن تصورات غيبية هذه التصورات تؤدي به إلى أن يكون مهموماً بشيء مهموماً بشيء ولذلك ترتبط مسألة الإيجابية بقضية الهم وترتبط بعد ذلك بقضية الفاعلية وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن أصدق الأسماء همام وحارث هنا تلاحظ بأن أصدق شيء يصدق على الإنسان أن تسميه همام فهو لا يمكن للإنسان لا يكون إلا هماماً ولا يمكن للإنسان لا يكون حارثاً معنى القوة والإقدام يعني الإنسان يحمل تصورات وأفكار وهموم ويريد أن يترجمها في الواقع هكذا طبيعة الإنسان وإلا جرد بعد ذلك من إنسانيته لكن كل إنسان هو يحمل تصورات يحمل هموم يحمل مشاعر بالنسبة لمسألة المسلم في إيجابيته يمكن أن نقول بأن مفهوم الإيجابية على مستوى الحرث على الأقل أن يكون الإنسان متحركاً معطاءاً فاعلاً مهموماً هذه قد يكون مسألة مشتركة مع بقية التصورات لكن هنا دعني أقول بأن الإيجابية الإسلامية يمكن أن نعرفها ببساطة شديدة جداً هي حركة وفاعلية وهم في إطار الشريعة يعني أفهم من كلامك أنها تنسحب على الأفكار وعلى الجوارح؟ تنسحب على الكل يكون إيجابياً في أفكاره؟ هي يكون إيجابياً في أفكاره في تصوراته لذلك ابن القيم عليه رحمة الله لما قال مبدأ كل علم النظري وعمل اختياري الخواطر والأفكار ولذلك ابن القيم تناولها من زاوية أن الإنسان عليه أن يرعى ويحمي تصوراته الذهنية والعقلية قبل أن تتحول إلى إرادات فيقول الخواطر في بدايتها هل هي خاطرة إيجابية أم خاطرة سلبية؟ الفكرة هي فكرة إيجابية أم فكرة سلبية؟ التصور هل هو تصور سلبي أم تصور إيجابي؟ ثم هذه التصورات تتحول بعد ذلك إلى إرادات وإلى سلوك فالقضية مركزيتها هي الخواطر والأفكار التي تصورها الإنسان على نفسه وبالتالي وفقاً لهذا المنظور نلاحظ بأن الإيجابية الإسلامية التي نتكلم عنها لها ركنان أساسياً تصورات الإنسان حول الإيجابية الإلهية ما يمكن أن يسميه بعض التوحيد الإيجابي أو الفاعلية التوحيد الذي يرتبط بالفاعلية والفاعلية الإنسانية فمثلاً تصورات الإنسان عن الإله ووجوده وصفاته وربوبيته وألوهيته وتدخل هذا الإله في تصرفات الإنسان ومشيئته وإرادته وأحاسيسه ومشاعره ثم علاقة هذا الإنسان بهذا الإله وطبيعة هذا الارتباط كل هذه التصورات لها علاقة عموماً أولاً كيف ينظر إلى إلهه وإلى خالقه فمثلاً الذي ينظر إلى الإله وفقاً منظور الأرسط مثلاً الذي ينظر إليه بأنه حالة رب معزول تماماً على الفاعلية لا علاقة له بالأمر والنهي لا علاقة له بالخلق لا علاقة له بالتدبير هو عبارة عن رب نعم موجود ولكنه غير مؤثر هذا يختلف في تصوره هذا التصور وهي طبعاً هذا النوع من التصورات موجود الآن في أوروبا بشكل كبير وهو نقيد الملاحدة هو يؤمن بأنه هناك رب لكنه ليس فاعلاً ليس آمراً مشوه فكرة الرب ومشوه عنده إذن هذه الصورة المشوهة تولد عندنا إنساناً أيضاً مشوه في إيجابيته لكن الصورة الصحيحة الصورة الصحيحة عن الإله وعن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن علاقة هذا الإنسان هل هي علاقة إيجابية أم علاقة سلبية هذه باختصار شديد لعله سيد قطب عليه رحمة الله يسميه التوحيد الفاعل أو الفاعلية في التوحيد مرتبط بهذا التصور الإيجابي لله التصور الإيجابي للإنسان تصور الإيجابي للإنسان هنا ينظر الإنسان بأنه مخلوق لله وبأن الله اعتنى به في خلقه واعتنى به في تربيته واعتنى به في سلوكه حتى أخرجه إلى الحياة إذن هو على مستوى الخلق في رعاية على مستوى الخروج إلى الحياة في رعاية على مستوى التركيب الكامل للإنسان هناك عناية إلهية مستمرة لهذا الإنسان فهو يستحضر كل ذلك ثم يربط هذا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى استمرت عنايته مع الإنسان في هيئته الكينونية في كينونته وفي مسيرته وفي مصيره هذه الثلاثية تقريبا ترتبط في التصور بالنسبة للإنسان تصور الكينونة وتصور السيرورة ليسير الإنسان ومسيرته في الحياة هل هي مسيرة عشوائية أم مسيرة غائية ثم التصور النهائي للوجود هل هذا الوجود ينتهي بالإنسان ينتهي مع الإنسان في موته أم أن هناك ما بعد الموت أيضا رؤية وتصور فباختصار شديد التصور الصحيح لمسألة الإيجابية عندنا مبنية على هذا التصور المتكامل فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله خالقا وأن الله آمرا وأن الله أرسل رسل وأن الله بعث أنزل كتب وأرسل رسل ثم بنى على كل ذلك مسيرة الإنسان في هذه الحياة هل تكون وفق منهج الله سبحانه وتعالى أم لا تكون وفق منهجه ثم بعد ذلك المصير إلى الله سبحانه وتعالى هل هو إلى جنة أم هو إلى نار كل ذلك يشكل بالنسبة للمسلم رؤية متكاملة حول نفسه وحول علاقته بالبيئة من حوله سواء كانت بيئة شيئية أم كانت بيئة حياتية مرتبطة بحياة الكائنات البشرية من حوله ثم ما بعد أيضا غايته أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فهو يتصور هذا المسلم بأن له غاية سيسعى إليها باختصار شديد هذه المسألة هي التي تشكل ما نسميه الآن بقضية الإيجابية في الإنسان المسلم لكن الإيجابية بهذا المفهوم العام الواسع الذي تحدثت عنه لابد أن نحقق مناطها يعني هل درجة إيجابية كل مسلم تختلف بحسب درجة وعيه أم درجة إيمانه مستوى وعيه أم درجة إيمانه يعني أنه المسلم الأكثر وعيا هو أكثر إيجابية أم المسلم الأكثر إيمانا لكنه أقل وعيا هو أكثر إيجابية هو على كل مسألة الدرجات في المستويات الثلاث دعنا نقول مستوى الإسلام مستوى الإيمان مستوى الإحسان هذه المستويات الثلاث ومعها ضع مع كل هذه المستويات ثلاثة مستويات للتقوى تقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان ستلاحظ بأن الإنسان كلما ارتقى في مدارج الإسلام ارتقى في الحالة الإيجابية وكلما تدرج أيضا في مدارج الإيمان ارتقى بطبيعة الحال في مدارج الإيجابية وهكذا في مسألة الإحسان وبالتالي يمكن أن نقول بأن مفهوم الإيجابية مفهوم طردي فكلما زاد إيمان الإنسان والإيمان هنا بالنسبة لنا طبعا قضية تصورية وقضية سلوكية يليست قضية تصور وواعي فقط يمكن للإنسان أن يكون واعيا وملما بالعلم ولكنه مجرد عن مسمى الإيمان الذي ينتج عنه سلوكا عمليا فنحن هنا نتكلم عن مسمى الإيمان على الأقل الذي يوصف بأنه إقرار بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان هذه التركيبة الثلاثية للإيمان هي التي تزيد وتنقص كلما كان الإنسان أكثر إيمانا فهو أكثر إيجابية وكلما كان أيضا أكثر إيجابية مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى أيضا كان أكثر إرتقاء في مسمى الإيمان فالمسألة على كل مسألة ترضية قل إيمانه بطبيعة الحال قلت فاعليته قل عمله الصالح قل حتى وعيه قلت تصوراته قل يقينه بالله سبحانه وتعالى قل يقينه بالآخرة ازداد جهله لكن هذا ربما يقول لك قائلنا هذا يتعارض مع الواقع أن ترى كثيرا من غير المتدينين غير الملتزمين كثيرا من العلمانيين هم حقيقة ناجحون ورؤوس في مجتمعاتهم بينما ترى كثيرا من المتدينين هم يعني مهمشون لا دورا لهم حقيقيا في مجتمعهم هنا ستعود بنا هذه المسألة إلى مفهوم التدين نفسه أسف الشديد ما يروج في كثير من مجتمعاتنا هو التدين الشعائري هذه الإشكالية الكبرى هذا الذي نسميه نحن ليس متدينا ستلاحظ بأنه يأتي بكل مسميات التدين المعاشي التدين المرتبط بالحياة التدين المرتبط بالجانب الاجتماعي في الإنسان للأسف الشديد نحن كثير من دعاتنا مؤسساتنا التعليمية التربوية خطباؤنا يركزون بشكل كبير وأقرب إلى حالة التضخم فيما يتعلق بالتدين الشعائري الذي يرتبط بالمسجد ويرتبط بالصلاة لكن هذه في حقيقتها ستلاحظ بأنها عبارة عن الدينم الذي يجب أن تشحن في التدين الآخر هذا مرتبط لو أذنت دكتور حسن ربما يكون هذا مرتبط بمظاهر التدين وعلاقتها بالإيجابية سنبحثه بعض الفاصل لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل لابد أن أسألك إذا ما جاءك عالم أنتروبولوجي أو عالم الإنسان وقال لك بأن الأمر جبلي الإيجابية هي قضية مرتبطة بجينات الإنسان بتكوينه البنيوي الأساسي وليست مرتبطة باكتسابه هل هي قضية جينية أم مكتسبة الإيجابية هنا هو دعني أقول بأن هناك نوع من ما هو مكتسب وما هو جبلي يعني هناك من الصفات الله سبحانه وتعالى كما قسم الأرزاق قسم كذلك الصفات فهناك من آتاه الله سبحانه وتعالى شجاعة وهناك من آتاه الله حلما هناك من آتاه الله كرما فهناك صفات جبلية لكن ستلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى هذه القضايا الجبلية وهناك بعض الناس قد تكون صفات جبلية سلبية لكن لم يجعلها الله سبحانه وتعالى حتميات بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفارق هذه المحطة لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الإنسان مشيئة وحركة وفاعلية يستطيع في إطارها أن ينتقل من إطار الحالة الإيجابية قد ينتقل للحالة السلبية ومن الحالة السلبية قد ينتقل للحالة الإيجابية وإلا لو حكمنا بأن هذا النوع من الحتميات قد ننزع عن الإنسان إنسانيته وإرادته ومشيئته التي الله سبحانه وتعالى جعلها مشيئة على الأقل قائمة في الإنسان ولكن تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى نعم مشاهدين الكرام نبحث بعد الفاصل هي مظاهر الإيجابية وهل ينبغي للمسلم أن يكون إيجابيا حتما وجوبا عينيا على كل مسلم أم أن هذه مسألة تتفاوت بين شخص وآخر نوصل حديثنا بعد وقفة قصيرة اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن إيجابية المسلم ومظاهرها في حياته دكتور حسن في الحديث الشريف أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا يعني ربما نستخرج منه أو يدفعنا للسؤال عن خارطة الطريق التي رسمتها الشريعة وحضت من خلالها المسلمين على أن يكونوا إيجابيين ما هذه معالم هذا الطريق الإيجابي انطلاقا من الشريعة لعل ما بدأت به من قضية التصور يعني أولا مركز حركة الإنسان المسلم هو أن تكون وجهته إلى الله سبحانه وتعالى هذه ربما تكون البوصلة الضابطة في كل ما ذكنا ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله هي هنا البوصلة بمعنى أن الإنسان الذي يعمل الصالحات وهو مؤمن دائما ما نلاحظ بأن ارتباط الأعمال الصالحة تكون بمسألة الإيمان فأول قضية يجعل على الأقل الإسلام مركزية في الإنسان مسألة تصوره عن الإله ووجوده وربوبيته وإلوهيته وتلقي الأوامر منه وأن الله سبحانه وتعالى له القلق والأمر هنا تنضبط البوصلة لأن كثير من الناس ربما تجده ما شاء الله فاعلا في الأعمال الصالحة ولكنه قير مستحضر لهذا البعد هذا البعد الإيماني فالمسلم على الأقل اتداءا تركز معه الشريعة الإسلامية على بناء هذا التصور وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعة إلى الله المصير يعني هذه القضية تقريبا كل أعمال الإنسان تكاد تدور في هذا المسمى وهي أحيانا يسميها بعض العلماء السلوك مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومسألة الصواب يعني هذين الأمرين الميزانين تقريبا هم اللذان يضبطان حركة هذا الإنسان في سيره الله سبحانه وتعالى ثم أيضا بعد ضبط بوصلة الوجهة إلى الله سبحانه وتعالى وإنطلاقها من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله عز وجل بالأعمال تبدأ بعد ذلك كل مسميات الأعمال الصالحة كل ما يتعلق بالأعمال الصالحة سواء كان الشعائر تعبدية من صلاة وصوم وزكاة وحج هذه على قد دعها تسميها الشعائر التعبدية ومن سلوكيات وقيم أخلاقية قيم الصدق والوفاء والأمانة وعدم أكل أموال اليتامة واليتامة ما يندرج تحت مسمى الصراط المستقيم وهو مجموعة للقلم من القيم الرسالية بدأت منه عليه السلام فيها مسألة عدم الإشراك بالله فيها بر الوالدين فيها تجنب الفواحش فيها كذلك الوفاء بالعهود والمواسيق فيها قضية الموازين والمكاين فيها مقاومة الطغيان والاستبداد فيها قول الحقيقة وتجنب قول الزور هذه القيم التي قال الله سبحانه وتعالى في نهايتها عند قوله يقول تعالوا أتلم وحرم ربكم عليكم ختمها بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتقريبا رسم لك على الأقل المسار الذي يمكن أن تقول بأني والله أنا على الوجه الإيجابي التي أرابها الله سبحانه وتعالى التي أنا أدعو في صلاتي في خمسة صلوات على الأقل في اليوم والليلة يعني في 17 ركعة من الركعات أقول إهدنا الصراط المستقيم لا تكاد ركع من ركعات الإنسان المسلم إلا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الصراط هذا الصراط باختصار شديد هي معالم الإيجابية الكبرى بالنسبة للإنسان المسلم فإذا استطاع أن يلتزم بهذه المعالم الكبرى فإنه قد التزم بالمسار الكل للإيجابية الإسلامية بمعنى أن الإنسان مظاهر هذا الصراط هي المظاهر العامة للإيجابية وهنا سنلاحظ تختصر في النهاية كل هذه في أمرين أساسيين وهو كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فستلاحظ بأن قمة ما يريده الله في عالم التصورات والعلوم والأفكار الوصول إلى الحقيقة وأعظم الحقائق التي يريد أن يصلها الإنسان هو الله جل جلاله ذلك بأن الله هو الحق بالنسبة للهدايات أعظم ما يريد منك الله سبحانه وتعالى في الهدايات الكبرى أعمال الخير والمسارعة إليها فستجد أن الهدايات كلها تدلك إلى الأعمال الخيرة والحقائق كلها تدلك في نهاية المطاف إلى الحقائق الغيبية والحقائق في عالم الشهادة والحقائق عموما في كل قضايا العلوم استنادا إلى هذه الصور الإيجابية هذه الكبيرة التي تحدثت عنها إلى أي مدى ترى المجتمعات المسلمة اليوم تتمتع بهذه الإيجابية هل هي مجتمعات أقرب إلى السلبية منها إلى الإيجابية للأسف الشديد نحن ظالبا ما نعاني نوع من الثنائية السلبية هناك من يعزل نفسه تماما عن البعد الشعائري الشخصي الذي فيه تسكية النفوس وفيه تطهير القلب وفيه الارتقاء بالنفس البشرية والتدرج في مداري على الأقل السلوك الإنساني حتى يصل الإنسان إلى مقامات كبيرة جدا من مقام على الأقل ما سماه الإمام القيم البصيرة كمقام أول إلى مقام الشهادة وهي أعظم المقامات كونوا قوامين شهداء لله كيف أنك تصل من مقام البصيرة وهي نور القلب الذي يقذف في قلب المؤمن إلى أن يصل إلى مقام الشهادة والشهادة هي على الأقل القيام التام بأمر الله سبحانه وتعالى قولا باللسان وحركة بالجنان وتضحية بالنفس في نهاية المقام يعني كيف تصل بنفسك حتى لو تطلب الأمر تطلبت عملية الشهادة لله سبحانه وتعالى وأن تكون الفرد شاهد والأمة شاهدة لتكونوا شهداء على الناس فيرتقي الإنسان سبحان الله في سلم الإيجابية في النهاية ليصل إلى هذا المقام لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذا المقام قد يتطلب أحيانا تضحية بالنفس وتضحي بكل ما تملك ولا تأخذ شيئا من دنياك ولكن رصيدك كله قد أحلته إلى الله سبحانه وتعالى هذا المقام الكبير أنا في تقديري البعض على الأقل ركز في هذا البعد الشخصي البعد التسكية الشخصية وربما نمت جماعات وثيارات عريضة جدا نظرت إلى نفسها بأنها تجد نفسها مستريحة ومستمتع بهذا النوع من التدين وتعزل نفسها عن ما يمكن أن تسميه ساحات على الأقل تشوش عليها هذا التدين في بعده الشخصي النوع الآخر تجده منطلق في الحياة وإيجابة متواصل مع الناس آمر على الأقل يعني يقوم بقضايا الإصلاح وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وتجده ما شاء الله في عالم العمل الخيري وكثير من القضايا الحقوقية تجده فاعل فيها ولكنه تجد مثلا ضعيف جدا في الجوانب الأخرى فهنا الإشكالية يعني كيف نحن نوفق على الأقل حتى يكون الإنسان متوازنا قبل حديث التوفيق هل أفهم من كلامك استنتاجا بأن هناك تدينا سلبيا وآخر إيجابيا هو للأسف الشديد كلاهما إيجابي في اتجاه بالمطلق بالمعنى العام بالمعنى المقاصدي الذي الله سبحانه وتعالى شرع الدين والعبادات والأخلاق والأداب حتى يؤدي غرضا مقصدا عظيما منها بهذا المعنى هل هناك متدينون سلبيون وآخرون متدينون إيجابيون المتدينون السلبيون الذين عزلوا أنفسهم على الحياة يعني الله سبحانه وتعالى أراد من هذا العبد عندما كلفه وأنزله إلى الأرض وقال إني جاعل في الأرض خليفة أراد منه أمرين أساسيين الأمر الأول أن يعبد الله سبحانه وتعالى وينار رضاه ورحمته في الجنة هذا بعد ربما حاضر في كثير من المتدينين البعد الآخر هو العمران في الأرض والاستخلاف فيها فالذي يعزل نفسه عن قضية الاستخلاف في الأرض والعمران فيها وكل معاني العمران والاستخلاف تدينه على الأقل مهما صلى وصام وكما لكن أخفق فيما يتعلق بالتدين الاستخلاف أجدني مضطرا لسؤالك عن معنى الانعزال هنا أنا لا أعرف مسلمين منعزلين في هذا الزمن يعني كل المسلمين الذين يصلون هم ينزلون إلى أعمالهم وينزلون إلى شركاتهم ويتسبقون في ذلك فأين يكمن الاعتزال هنا؟ حسن يعني هنا تكمن للأسف الشديد حتى وهم ينزلون إلى حركة الحياة غالبا ما تكون حركة الحياة نفسها معزولة لتخدم فقط شأنا فرديا ولا تخدم شأنا جماعيا فيكون الإنسان جميل لأنه ينزل إلى الأسواق يكتسب على المستوى الشخصي تجده مثلا لكن الإيجابية التي نعنيها ليس انكفاءا حول الزات ولا تمركز حولها ولكنه تفاعل مع الآخر تفاعل مع المجتمع أفهم منك هذه نقطة مهمة جدا دكتور أرجو المعذر عن المقاطعة حتى نوضح الفكرة يعني أن إيجابية المسلم في تديونه وفي عمله اليومي لا تكون إلا إذا ربطها في صالح الأمة في صالح الأمة وحركة المجتمع ودعني هنا استدل بقول الله سبحانه وتعالى في صورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا بعد فردي آمن في نفسه وعمل الصالحات ثم قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كيف أنه استطاع فعلا أن يصلح نفسه إيمانا وعملا صالحا ثم ينتقل بعد ذلك ليكون هنا إيجابيا بالمعنى إيه؟ بالمعنى الأوسع صحيح إنما آمنت وعملت الصالحات هذا إيجابي على المستوى الشخصي أنك على الأقل المستوى الشخصي صرت إيجابيا في نفسك وفي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى لكن لتكون إيجابيا كما أراد الله هناك في نفسك ومع الغير هنا لابد أن تحمل هذه الروح التي في داخلك هذا الخير الذي هو لك أن تحمله للآخرين وأن يكون مشاعن في الناس ثم أن تصبر عليه وأنت تؤدي هذه الرسالة العظيمة دكتور نقلتنا إلى مساحة مهمة حقيقة في هذا الحديث في ظل الواقع الحالي الذي ربما أستنتج من كلامك أن المجتمع الإسلامي يغلب عليه السلبي لأن قليلا من المسلمين من يربط مصالحه وأعماله وأفكاره بصالح الأمة الإسلامية وربما هذا بسبب الظروف العامة في الأمة لكن كيف يكون المسلم إيجابيا انطلاقا من المعايير التي وضعتها قبل قليل أستاذنا المفضل؟ هنا دعنا نقول بأن مسألة طبعا بطبيعة الحال لن يكون كل الناس ساسة ولن يكون كلهم رجال عمال حتى عامل المطعم يمكن أن يكون يمكن فكيف على الأقل وهو يتحرك في السوق يجب أن يستصحب معه وهو يجتهد لأسرته ويجتهد في اللقمة الحلال أن يفكر وهو يكتسب دينارا أو درهما أو أي مبلغ من المبالغ يضع في همه أيضا أن يكون هناك ما يضعه للشأن العام ما يضعه للأيتام ما يضعه للأرامل ما يضعه للجهات في سبيل الله ما يضعه للأوقاف أنا في تقديري إذا كان على الأقل حمل هذا النوع من الهم بغض النظر أين يضعه بعد ذلك هل يضعه في شأن اجتماعيا بحتا قدر أم لم يقدر؟ أم يضعه في شأن سياسيا عاما أم يضعه في حركة اقتصادية تعود بالأمة ونهضتها أم يضعه في مركزا بحثيا أم يضعه في قناة فضائية على كل يجب أن يكون هناك إرادة على الأقل للانتقال من حالة البعد الشخصي والاكتفاء الذاتي والتمركز حول الذات والأسرة إلى أن يكون الإنسان نافعا كما يقال الآن التفريق بين الصالح والمصلح الصالح ما كان صالحا في نفسه والمصلح ما كان انتقل من حالة الصلاح إلى نفسه ليكون مصلحا لغيره طيب هل المتدين السلبي يحقق الغاية من تدينه برأيك دكتور؟ بمعنى صامة وصلة وحجة لكنه في كل عبادته ما زال منغلقا على نفسه ما زال يفكر أن يحج مثلا كل عام يحج مرة فيدفع المبالغ بينما ربما جاره أو قريبه أو ابن عمه لا يجد ما يحج به هل يكون حقق الإيجابية ومقاصد الشريعة التي طلبت منه أن يعبد الله لتحقيقها؟ هنا طبعا نلاحظ سبحان الله كيف أن الشيطان يتلعب بالناس يقال أن الشيطان المحطة الأولى التي يكافح فيها هي مطة الكفر والإيمان أول قضية يحاول أن يصرفك عن مسمى الإيمان فإذا دخلت في مسمى الإيمان أدخلك في مسمى البدعة كما يقول من القيم ثم المعاصي ثم كذا آخر شيء يقول يدخل معك في صراع ما بين الفاضل والمفضول لأن رأى خلاص أنت ما شاء الله انتصرت على كل العقبات يبقى أمامه هناك ما هو فاضل وهناك ما هو مفضول أنت بإمكانك أن تقرأ القرآن وأنت جالس ولكن بإمكانك أن تقرأه وأنت قائم تصلي فيقول لك لا اقرأ وأنت جالس ما لك والتعب والقيام مع أن قراءة القرآن فاضلة وجيدة وممتازة لكن لو أنك جمعت معها الركوع والسجود والدعاء والابتهال والقيام والقنوط ستكون أعظم بكثير مما أنت تقرأ القرآن مع أنه كل قراءتك للقرآن كل حرف بعشر حسنات كذلك في تعاملها أيضا مع بقية حياتنا هناك جوعة وهناك أم ممزقة وشعوب مشردة يحتاجون إلى الطعام وأنت ما شاء الله تشد الرحال سنويا إلى عمره لا نقول أنها ليست جيدة العمره طيبة لكن تصور لو أنك وهبت هذا المال فيما هو أفضل انظر إلى حجم الارتقاء الذي ترتفع وإلى حجم الرفع الذي ترتفع به وإلى حجم الانتصار على الشيطان وهو يحولك من دوائر الأعمال حتى في إطار الفاضل ومن الفضول يريد أن يحولك من دائرة إلى دائرة على الأقل في إطار الفاضل المفضول هذه تقريبا نقطة مهمة جدا النقطة الثانية نلاحظ بأن هذا النوع من الناس لا نستطيع على مستوى الدار الآخرة إلا أن نقول هو قد يكون ناجي عند الله لأنه ما شاء الله بأعماله وقيرة قد يحقق الأعمال الصالحة التي تكون في ميزانه بما يؤدي بأن ينجو عند الله لكنه سبحان الله انظر إلى الأحاديث النبوية التي تحدثت عن قضية الفرقة الناجية وعن الطائفة المنصورة ستلاحظ أن الفرقة الناجية تؤدي الأعمال من هذا النوع ينجو عند الله سبحانه وتعالى لكن الفرق بينه وبين الطائفة المنصورة وأوصاف هذه الطائفة المنصورة القيام بالحق الظهور عليه الجهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف أنه على المنكر مقارعة أعداء الإسلام فستجد أن هذا يحقق مقاصد الدين في الدنيا ليس قضية النجاة فقط في الآخر لا مقاصد الدين التي أرادها الله سبحانه وتعالى وكون في الأرض والاستخلاف فيها فيعيش الإنسان صاحب الطائفة المنصورة الذي يعيش التدين بمعناه الذي ذكرناه ليس التدين الذي ينجو فيه فقط عند الله ولكن التدين الذي يكون سعيدا في الدنيا يعيش حياة طيبة في الدنيا ويعيش أيضا درجات عليا يوم القيامة فانظر مثلا عندما يقول الله سبحانه عندما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجهاد لهم درجات تصل إلى مثلا مئة درجة ما دون بقية الجنان بقية أهل الجهاد بقية الناس طب يدخلون الجنة لكن تبدأ عملية ارتقاء في الجنة في هذا النوع من الأعمال الذين على الأقل تجاوبوا وكانوا إيجابيين أكثر وفاعلين أكثر فيما يتعلق بالتدين العام ستلاحظ أنهم أكثر ارتقاءا فأصحاب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الاستشاف في سبيل الله سبحانه وتعالى رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهوه فقتله هذا النوع ستلاحظ أنهم هم الذين ينالون على الأقل السبق في الدرجات والدرجات العلا وكذلك السباق حتى في دخول الجنة ستجد أنهم أكثر سبقا من غيرهم أكثر اقترابا من العرش أكثر اقترابا من الله سبحانه وتعالى أكثر اقترابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا النوع تقريبا هو الذي يمكن أن نقول لكن قد يكون هذا الذي يلتزم مسجده ويعبد الله يكون ناجيا كما هو معروف يعني في لكن لو تحدثنا أكثر عن مظاهر إيجابية دكتور حسن يعني ثمت ربما خط جامع لكل المسلمين في كل اختصاصاتهم وأعمالهم وظائفهم يحثهم على أن يكونوا إيجابيين حتى تعود هذه الإيجابية بالنهاية على المجتمع الذي سنتحدث عنه بعد الفاصل لكن قبل ذلك عندما أكون مهندسا أو عاملا في مطعم أصنع الشطائر أو صحفيا أو طبيبا أو أقود عربة الخدمة يعني قائد السيارة كيف أكون إيجابيا ما الخط الفاصل الذي يجعل كل مسلمين في اختصاصه إيجابيا بما يعود بالنفع عليه وعلى عائلته ومجتمعه ومن ثم أمته هنا دعنا نفرق في إطار المجتمعات المسلمة بين حالتين الحالة الأولى هي التي يكون فيها المجتمع الإسلامي ممكن وشريعته حاكمة وسلطانه قائم ورسالته بفضل الله سبحانه وتعالى لها الصول والجولة وهي المرجعية العليا للمسلمين هذا نمط أنا أقول حينها يمكن لأي مسلم أينما أدى رسالة من رسالته على الأقل في هذه الحياة فتكون مقبول بما أن كافة على الأقل مناح الحياة هناك من يغطيها والمسلمين ليسوا مستضعفين الحالة الثانية هي حالة الاستضاعات أو ما يمكن أن نسمي بحالة الأزمات في الأمة حالة الأزمات في الأمة نوع الأزمة هو الذي يحدد لنا نوع الإيجابية والفاعلية فيها فاللحظة التي تكون فيها الأمة مثلا في نكبة وفي جهاد وفي غلبة أعدائها وفي سلطان الكافرين عليهم أعلى هنا لا يمكن أن تقول لي بأنه والله أنا سأتفرق إلى قضية قضية إنه والله الأعمال الشخصية لا هنا ستكون فاعلية الإنسان وقوته وقدرته وتأثيره الحقيقي في أن يكون في الساحة التي يتطلبها الراهن في اللحظة المحددة ففي لحظة الجهاد أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله ففي لحظة فشو المنكرات أعظم أنواع الأعمال هو أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في لحظة الأزمات الاجتماعية والمجاعات أفضل ما يمكن أن تقدمه هو أن تنفق الأموال وأن تسعى في الناس في الأمة المسلمة الآن ربما تجتمع كل هذه المصائل بعد المسلمين لكن أريد أن أسألك عن ثغرة مهمة في المجتمع الإسلامي وهي الأسرة كيف يكون رب البيت الأم والأب كيف يكونان إيجابيين في قضية تابية الأبناء ما الروح التي ينبغي أن يلقيانها في روع أطفالهم حتى يكونوا إيجابيين وحتى يكونوا أطفالهم إيجابيين أيضا على كل مسألة الأسرة سبحان الله الإسلام اعتنى بها عناية طبعا فائقة جدا من لحظة الاختيار أرجو المعذرة دكتورياني أنا أقصد أن الكثير من الأباء يربون أبنهم على أن يكون طبيبا حتى يعيش جيدا أو مهندسا حتى يكون له وضع مجتمعي كيف يمكن نسف هذا المنطق في التفكير بما لا يعود عاد الأمة في نهاية المطاف نعم هو حقيقة أنا عجبني في هذا الاتجاه كتاب لأحد المشايخ الأفاضل وهو يتكلم عن البيت فسماه بيت الدعوة كيف من لحظة اختيارك لزوجتك وارتباطك معها يكون التصور عندك وعندها هو أنكم تريدون أن تشكلون بيتا دعويا ولما نقول بيتا دعويا بيت يعيش للإسلام ويحمل هم الإسلام ويتحرك بالإسلام سواء في حياتهم كزوج وزوجة أو ما بعد الإنجاب في علاقتهم مع الأبناء في تربية هؤلاء الأبناء في توجيه هؤلاء الأبناء والعلاقة تقريبا من بدايتها تتأسس على أن الفكرة الأساسية هي تكوين بيت الدعوة وهنا طبعا تتفاوت الدرجات يعني أنا حتى وأنا أعلم ابني لأن يكون طبيبا ليست العيب في أن أعلمه أن يكون طبيبا ولكن دعني أوجهه بأنك يا ابني وأنت تريد أن تكون طبيبا عليك أن تحمل وأنت تفكر في حملة السماعة أن هذه السماعة تريد أن تضعها فعلا بصمة حقيقية في خدمة هذه الأمة أن تكون رساليا أن تكون مهموما بحملة الأمة أن تكون نافعا للأمة إنما تكون مهندسا كيف تستطيع أن تنعكس هذه الوظيفة بأن تكون رسالية أيضا لهذه الجانب فليست القضية في نوع الوظيفة ولكن في أن يكون ما تقوم به في نهاية يصب في صالح الأمة وإحتياجاتها وأدوارها المختلفة نعم ربما في مجال الهندسة دكتور الأمة بحاجة إلى مدرسة هندسية تراعي في التصنيم الذوق الإسلامي الحالة الإسلامية المجتمعية أن تكون الأبنية والعمارات ربما منبثقة من روح إسلامية تراعي العادات والطباع الإسلامية ألا يدخل هذا في الإيجابية تربية الأبناء على هذا؟ أكيد يدخل فيها بشكل كبير يعني أنا يحضرني في هذا المجال زميل وحيي من هذا المكان حضر تقريبا رسالة الدكتوراه في المعمار كرجل مهندس في الولايات المتحدة الأمريكية فيقول بعد أن درست المعمار الإسلامي وأخذت رسالة الدكتوراه في المعمار الإسلامي لفت نظري بأن هذا المعمار الإسلامي منطلق من منظومة فقهية منظومة معرفية انعكست بشكل كبير فتصور بعد ذلك إلا ما اتجه إلى الفقه وألف كتابا حول نظرية الحقوق في الإسلام قلت له ليش؟ قال لي لأني وجدت الشوارع والأبنية والميزاء وكلها محددة في الفقه وبالتالي هذا الفقه انعكس فيه نمط العمارة نمط العمارة نفسها فلا يتصور المهندس بأنه هي القضية فقط هي عبارة عن بنيان نشيده وكذا فهذه المسألة مهمة جدا ليس في المجال يعني ستلاحظ الأسفة الشديدة في الآونة الأخيرة نبتت عندنا نابتة تتصور بأن العلوم التطبيقية هذه معزولة عن قضايا المعارف وقضايا التصورات لا هي مرتبطة بشكل كبير فلو نظرت الآن مثلا إلى المعمار الإسلامي نظرت إلى المسجد وبنائه ستجد هناك فرق كبير جدا ما بين وضع الكنيسة وما بين وضع المسجد لماذا مثلا يكون هناك مثلا قبة في وسط المسجد ويكون هناك منارة في في الأمام وتكون هناك محراف في الوسط كل ذلك ستلاحظ سبحان الله له علاقة بتصور الإنسان في الكون واتصاله بالله سبحانه وتعالى وصعود الأعمال إلى الله وهكذا نعم أنا سألتك عن ذلك دكتور لأن ربما تكون إيجابية الأبوين سببا في سد هذه الثغرات في المجتمع الإسلام بحيث لا نرى بعد ذلك بيوتا وعمارات وأسواقا منشأة ومصممة ومشيدة خارج منظومة الذوق الإسلامي السؤال الأخير قبل أن أذهب إلى الفاصل كيف فهم الصلف الصالح هذه الإيجابية وكيف تمثلت واقعا على جوارحهم أو في جوارحهم التصور الأساسي بالنسبة للمسلمين هو انطلق من القرآن الكريم في كثير من النماذج التي على الأقل أرادت أن تعطي تصور حول الإيجابية تعطي تصور حول الإيجابية فمثلا لو أردنا أن نتصور إيجابية النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة لاحظاً ما جاء إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول مع بداية الوحي وهو يقول زملوني زملوني بسيره قالت والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحيم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقرئ الضيف لاحظ هذه السمات الكبيرة والإيجابية في حركة المجتمع لما يكون الإنسان صادقاً في اللسان وصولاً للناس يعينهم يعين الفقراء يعين المساكين يحمل الضعفاء يتحرك في المجتمع هذا قبل أن تأتيه الرسالة تصور هذه الحالة لما تأتي الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصورة على الأقل تعطينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعال بعد ذلك إلى نموذج أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام فيكم اليوم؟ فيقول أبو بكر أنا من تبع فيكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر أنا من تصدق فيكم اليوم صدقة؟ فيقول أبو بكر أنا فلاحظ كيف أن أبو بكر استطاع أن يجتاز كل تساؤلات النبي صلى الله عليه وسلم لينار بعد ذلك يقول ما اجتمعت ما اجتمعت هذه في شخص إلا دخل الجنة حتى إن عمر قال قد أتعبت من بعدك قد أتعبت من بعدك النمازج الأخرى تصور بأن القرآن الكريم يغرس في الناس روح الروح الإيجابية والفاعلية من خلال نمازج الأنبياء نمازج الصالحين نمازج الشهداء نمازج حتى الطير والنمل وهنا دعني هنا لا أتجاوز حقيقة مسألة إيجابية النمل وإيجابية الهدهد كيف أن النمل وهي نملة تفكر بمنطق إيجابي في أن تنقذ قومها من أن يهلكوا بسبب جيش سليمان لاحظ كيف أنقذ قومها ويتبسم سليمان عليه السلام من هذا الفعل العظيم الذي فيه نوع من حسن الظنب سليمان وكيف أن تعامل الهدهد أيضا مع سليمان أحط بما لم تحط به لاحظ هو هدهد وهو جند بسيط جدا في المملكة ولكنه يقول أحط بما لم تحط به بالنسبة لملك المملكة نفسها سليمان عليه السلام وسليمان يستمع بكل تقدير لهذا الشخص لأنه مبادر ولأنه يأتي بأمر أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ عظيم وجدتها وقومها يعني كيف أنه يحمي الرسالة ويعترض على فكرة أن يعبدوا غير الله سبحانه وتعالى ثم يقول لسليمان أنا عندي معلومة أنت لم تكن فيتجاوز سليمان عن مخالفة هذا الجند الذي لم يكن منضبطا لأنه جاء بأمره عظيم وجاء بمبادر عظيم فهذه كلها توحي لنا على الأقل هذه النماذج كلها رجل الذي اسكافي الذي جاء إلى قوم موسى ينبئهم بأن هناك نعم هذه كلها أولا هذه النماذج حقيقة يعني كلها تقريبا تعلم المسلم في أن يكون إيجابية ثم أيضا تلاحظ بأن هذه الإيجابية ترتبط بكثير من المعاني مثلا معاني استجابة الدعاء كيف أن القرآن الكريم مثلا يربط ما بين هذه الإيجابية وفعل الخيرات والمسابقة فيها والمسارع فيها وما بين استجابة الدعاء يعني لما يتكلم عن زكريا فاستجبنا له إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فكأنما ترتبت الاستجابة على هذا الفعل أن هذا الشخص الذي كان مسارعا في الخيرات ومسابق فيها ويسعى ليلة نهار بالصالحات لما رفع يده إلى الله سبحانه وتعالى استجاب الله له فكيف ترتبط أيضا الحال الإيجابية والفعل الإيجابي يرتبط معنا بفعل أيضا فيما يتعلق بالجانب الغيبي الأخروي أو الدنيوي نريد أن نبحث أثر هذه الإيجابية في الفرد المسلم على المجتمع المسلم عندما يكون المسلم إيجابيا في عبادته وفي أخلاقه وفي سلوكه كيف ينعكس ذلك على مجتمعه وبالتالي على أمته هذا فصل أخير ونعود بعده لاستكمال الحلقة يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل ساد وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين دكتور نحن في المحور الأخير من هذه الحلقة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان ستصبحون كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل هذه الغثائية ربما تكون متحقيقة الآن في الأمة المسلمة لأن الأمم كلها تتداعى على المسلمين في ظل هذه الغثائية كيف يمكن بعث الروح الإيجابية في نفس كل مسلم بحيث نصل إلى مرحلة في مواجهة هذه الغثائية والتخلص من هذه المرحلة أولا حقيقة مسألة الغثائية طبعا هي لفظة نبوية سبحان الله ولها دلالات عظيمة جدا في الحديث تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فالصحابة تصوروا بأن هذا التداعي سببه قلة العدد قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قالوا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء وهنا لو تأملنا في لفظة الغثائية ستلاحظ هناك وصفان أساسيان في الغثاء خفث الوزن وفقدان الاتجاه يعني القثاء بطبيعته خفيف الوزن لا تكاد تجد الآن أمة خفيفة في وزنها السياسي في وزنها الاقتصادي في وزنها المعرفي في وزنها حتى التأثير الدولي مثل أمة الإسلام ونحن الآن نعاني من القثائية في بعدها على مستوى الوزن الأمم الآن حتى الأمم ما دون أمة الإسلام لها أوزان لها أوزان على الأقل في الحراكة الدولي الذي نشهدها النقطة الثانية فقدان الاتجاه فقدان البوصلة نحن هذه الأمة التي جعل الله سبحانه وتعالى جعلها أمة رسالية وأمة خاتمة وكنتم خير أمة أخرجت للناس وتحمل رسالة متصلة بالسماء وتحمل كتابا يمكن أن يكون ينقذ البشرية كافة تصور أن تكون هذه الأمة فاقدة للبوصلة ولا تعرف لا أين يتجه فقدان البوصلة بطبيعة الحال سيجعل الجميع كل يتحرك في اتجاه مضاد وقد تتصادم الاتجاهات وقد تتطاحن وهذا الذي الأسف الشديد تعانيه الأمة فالقثائية بطبيعة الحال الآن فعلا متحققة ولكن هناك أمرا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث وهو فيه تقريبا الخروج من القثائية وهو أشار إلى أن أساس القثائية هو حب الدنيا وكراهيتها الوهن سمها بالوهن سمها بالوهن كيف تستطيع أن تخرج من الوهن؟ تخرج من الضعف؟ تخرج من فقدان الوزن؟ تخرج من فقدان البوصلة؟ السبب في ذلك بأمرين؟ الزهد في الدنيا وهنا الزهد زهدا إيجابيا وليس كما يتصور البعض بأنه زهدا سبيا وهو أن يكون المال في يد كلاف قلبك والمال في خزينتك كلاف قلبك والمال تتبرع به يمينا وشمالا وتعطي في كل الاتجاهات ولست محتكرا تحكمه ولا يحكمه تحكمه ولا يحكمه فهذا جانب على الأقل أنت معمر في الأرض مستخلف فيها بشكل صحيح إرادتك لوجه الله سبحانه وتعالى ساعي في الأرض ولست متكاسلا تنتج ولست خاملا بحيث تنتظر الآخرين فتؤدي إلى قوة حركة الاقتصاد في الأمة تؤدي إلى معارجة مشكلات الأمة مشكلات الفقر مشكلات العطال حتى ترتقي بهذا الضعف العام الذي على الأقل يسود في الأمة إلى نوع من الاتقام النقطة الثانية لا بد من أيضا امتلاك القوة التي تتعلق بمسألة الجهات في سبيل الله ومقارعة أعداء الله سبحانه وتعالى ومقاومتهم خاصة أنما يكونون محتلين لأرضنا هنا طبعا من أخطر القضايا قابلية الاستعباد وقابلية الاحتلال فلندما تتقبل الشعوب على الأقل الجيوش التي تحتل أرضها وتسرق مواردها والقواعد التي تتحكم في بلدانها هنا بطبيعة الحال وقعنا في كراهية الموت فكراهية الموت من أخطر ما يواجه الأمة وبالتالي قوة الوعي قوة الإرادة قوة الحركة في المجتمع الفاعلية في الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة ثم أيضا هناك المقاومة الفعلية لكل عوامل الضعف وعوامل الوهنة التي تكون سواء كانت متمثلة في استبداد أو كانت متمثلة في احتلال لا بد من مقاومتها وهذا يتطلب بطبيعة الحال بذل النفوس وبذل المهج وبذل الأرواح حتى تحقق هذه الأمة إن شاء الله نهضتها التي نريد فالقثائية تتطلب بطبيعة الحال وعي وتطلب إرادة وتتطلب كما ذكرنا الأعمال الصالحة في مختلف المسارات لو غصنا بشيء من التفاصيل أكثر يعني إذا ما حوى المجتمع المسلم أفرادا إيجابيين وكان الأفراد المسلمون الإيجابيون هم الحالة الغالبة في المجتمع كيف يمكن أن ينعكس ذلك نهضة على الأمة المسلمة؟ كيف تتجلى معالم النهضة في مجتمع يتمتع أفراده بالإيجابية سواء في التدين أو في العمل أو في الممارسة الأخلاقية أو في كافة جوانب الحياة؟ هو على كل الإسلام يتجه بالناس من الحالة من التدين الفردي والنمط الفردي إلى أن ينتقل هؤلاء الصالحون من البعد الفردي والبعد الشخصي والدوران حول الزات إلى أن يشكلوا حالة مجتمعية هم بمجموعهم فمثلاً لو تشكلت حالة من 10 إلى 15 مثلاً إلى 20% من هؤلاء الإيجابيين الذين على الأقل تصدروا المشهد بشكل قوي واستطاعوا أن يقودوا دفة المجتمع نحو البوصلة التي على الأقل يريدونها أتصور بأن هناك سيكون تحولاً كبيراً في مختلف المسارات ولكن للأسف الشديد ما يعوز الآن كثير من رجالات الأمة الخيرين أن كل واحد منهم يمنفرد بنفسه فلا تجد مثلاً كتل لرجال الأعمال ولا كتل للمنظومات السياسية ولا كتل للمجموعات الحقوقية ولا كتل حتى للمؤسسات الألمية والتربوية هذا النوع من الأداء للأسف الشديد هو الذي يضعف حركة المجتمع ولكن نحن هؤلاء الطيبين على الأقل تصوروا طبيعة المجتمع حملوا هم الأمة حملوا هم الرسالة يريدوا النهوض بالأمة لو أنهم فكروا جميعاً بأن تلملم الأطراف ونذهب إلى ظاهرة ما سماه القرآن بالتوالي الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير كيف يتوالى المؤمنون فيما بينهم ويترابطون بحسب الإختصاصات وبحسب أنواع الأعمال فالمجاهدون مع المجاهدين والدعاة مع الدعاة وأصحاب رجال الأعمال مع بعضهم البعض وفي النهاية الكل تقريباً مضبوط ببوصلة واحدة وهي تعزيز قوة هذه الأمة وتمكين هذه الأمة وتعزيز رسالتها في الوجود في النهاية لنكون شهداء على عباد الله سبحانه وتعالى وأهم معنى من معاني الشهود أن تكون حاضراً لا قائباً وأن تكون قائماً بالحق فالله سبحانه وتعالى من أعظم المفاهيم التي ربما تحدثت فيها آيات القرآن الكريم مفوما القومة هذه القومة التي ربما افتتح بها القرآن الكريم في يا أيها المدثر قم فأنذر كونوا قوامين لله شهداء بالقصد أن تقوموا لله مثنى وفراداً ثم تتفكر هذه القومة حقيقةً كمفهوم إذا استطعنا أن نتدبرها ونتمثلها حينها إن شاء الله يكون الخير الكثير في هذه الأمة إن شاء الله نصل إلى الفقرة التقليدية وهي الأخيرة في هذا في البرنامج يعني بدقيقتين ماذا يمكن أن تزيد على موضوع الحلقة مما لم تسأل عنه في ثنايا هذه الحلقة ما يمكن أن أقوله حقيقةً الإيجابية بشكل عام الإيجابية بشكل عام آثارها على النفس وعلى المجتمع أهم شيء في الأثر النفسي لمفهوم الإيجابية أن الإنسان يكون مطمئنًا مطمئن البال وهذه النفس نفسه مطمئن وساكن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب النقطة الثانية الإيجابية تورس الإنسان الثقة في نفسه ليكون فاعلاً مؤثراً مندمجاً مع الآخرين واثقًا في رسالته متحرك بها في الاتجاه الإيجابي أيضًا النقطة الثالثة من الآثار الحقيقية التي ربما يلمسها الإنسان وهو يعني يكون إيجابياً محبة الناس تجد أن الإنسان الإيجابي يحب للآخرين لأنه لا ينكفئ لنفسه ولا يعمل لنفسه ولكنه يعمل لصلاح البشرية وحياة البشرية نحو الأفضل تجد أن الإنسان الإيجابي رقبته في دار الآخرة ورقبته فيما عند الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير من أن يحقق رقبات محلية ذاتية الآن على شخصية في دنياه تجد أن ما يعطيه أكثر مما يأخذه ما يذله أكثر مما يدخره فهذه المسألة على كل فيها سعادة كبيرة جداً وفي نهاية المطاف ستجد أن الإنسان الإيجابي قد حقق عبودية الله سبحانه وتعالى والاستخلاف في الأرض وبالتالي نال رضاه ورضى الله سبحانه وتعالى يكون مصحوباً بجنته في الآخرة ويكون مصحوباً في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحاً من ذكر أنه وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة فالحياة الطيبة في الدنيا مبنية على الإيجابية والسعادة في الآخرة مبنية كذلك على الإيجابية هذا ما يمكن أن أقول إن شاء الله يزارك أشكرك جداً دكتور حسن وشهد الكرام بختم هذه الحلقة التي كانت بعنوان إيجابية المسلم نرجو أن نكون إيجابيين فيما قدمناه في هذه الحلقة لكم أشكر في نهايتها دكتور حسن سلمان عضو أمانة رابطة علماء إيرتريا شكراً لكم على طيب المتابعة في حراسة الله تعالى وتوفيقه السلام عليكم اشتركوا في القناة